بيبدأ الفيلم بالشاب ايريك وهو نازل من العربية مع الحراس بتوع السجن وبعد ما بيخلص التفتيش بيمشي مع الحارس طول الطريق في السجن بكل هدوء لحد ما بيوصل للقوضة بتاعته اللي هيقضي فيها فترة العقوبة واول ما الحارس بيقفل عليه الباب بيفكر مع نفسه وهو متدايق علشان الحالة اللي وصل لها لكن بعدها بياخد مكنة الحلاقة وبيكسرها علشان ياخد منها الموس وبيحرق فرشة السنان بتاعته وبيكسرها وبيحط الموس في الايد بتاعة فرشة السنان وبعدها بيحرق نص الايد التانية بتاعت الفرشة وبيسبتها على المصامير بتاعت الكشاف ولما بيفك المصامير بيحط الايد اللي فيها الموس داخل الكشاف وبعدها بيقفله تاني علشان يبقى يستخدمه بعدين لو حصلت مشكلة بينه بين اي حد من المساجين وبعد كده بيتمرن علشان جسمه يبقى قوي ويقدر يدافع عن نفسه في السجن لان سنه صغير وموجود في السجن بتاع البالغين وتاني يوم في وقت الاستراحة بتاعت السجن بيشوف مسجون في القوضة اللي قدامه وبيطلب منه ولاعة علشان يولع السجارة اللي معاه لكن المسجون رفض وفهمه انه مش معاه غير ولاعة واحدة ومش هيقدر يسيبها له وساعتها بياخد ايريك الطبق بتاعه وبينزل لغرفة الاكل علشان ياخد الاكل ويرجع القوضة مرة تانية لكن بيتكلم معاه المسجون اللي بيحط لهم الاكل باستهزاء وبيطلب منه انه يمشي من قدامه وإلا هيدربه ولما ايريك رفض يمشي قاله المسجون على رقم القوضة بتاعته علشان لو ايريك معترض على معاملته معاه فساعتها ممكن يروح للقوضة بتاعته ويتحدى في القتال شخصي لكن ايريك عرفه رقم القوضة بتاعته هو كمان وفهمه انه لو وقف قدامه تاني هيقتله وهنا بتتدخل الحراس وبيسيطروا على الموقف وبياخدوا ايريك معهم لحد ما بيوصل للقوضة بتاعته وبعد ما بيأكل بينزل للساحة مع بقية المسجين وبيقف لوحده بعيد عنهم وبيلاحظ ان المسجون اللي كان بيتحداه بيشتغل في تجارة المخدرات وبيقرب عليه ساعتها مسجون تاني كبير في السن وكان باين عليه انه مسيطر في السجن وبينصحه يبعد عن المشاكل ويبطل يتعامل مع المسجين بعنف والغريبة ان ساعتها ايريك سمع كلامه ومشي من قدامه فعلا من غير ولا كلمة وبيرجع للقوضة بتاعته ولما بينام بيدخل عليه المسجون اللي كان طلب منه ولاعة علشان يديه ولاعة كدليل على حسن النية لكن اول ما بيصحى ايريك من النوم بيهجم عليه وبيضربه بكل عنف علشان افتكر انه كان عاوز يهجم عليه الاول وقرر يتغدى بيه قبل ما المسجون يتعش بيه لكن لما المسجون وقع على الارض وفقد الوعي شاف ايريك الولعة في ايده واكتشف انه فهم المسجون ده غلط وخده معاه بسرعة ورحبه للحراس في السجن علشان يعالجوه قبل ما يحصلوا مضاعفات لكن الحراس افتكرت انه ضربوا بسبب مشكلة بينهم وقرروا انهم يعقبوه وساعتها ايريك جري بسرعة من قدامهم ورجع للقوضة بتاعته وقفل الباب وقلع التشيرت ودلق على نفسه زيت علشان محدش منهم يقدر يمسكو بسهولة وبعدها كسر الترابيزة واخد منها الخشب بتاعها ووقف للحراس وهو مستعد وقرر يهجم على اي حد يدخل القوضة واول ما دخلوا كلهم هجموا عليه وسبتوه في الحيطة لكن قدر يفلت منهم حديد على رقابته وهددهم انه لو حد قرب منه فساعتها هيقتل الحارس ولما رئيس الحراس حاول يتفاوض معاه كلمه ايريك بطريقة وحشة جدا وطلب منه يجيب طيارة حربية وشوكولاتة كتير وضحك بعدها وفهمهم انه ما كانش يقصد انه يضرب المسجون وان اللي حصل ده كان بهدف الدفاع عن النفس وساب الحارس من ايده ورمى الحديد على الارض ووقف قدامهم وهو مستسلم وساعتها دخل الحراس ومسكو بعنف وتعاملوا معاه بطريقة وحشية وهنا حاول ايريك انه يهرب منهم ودخل غرفة كانت قدامه ولما دخل وراء الحراس قدر يسيطر على واحد فيهم وحاولوا يضربوه لكن بيقف قدامهم جون واللي بيعتبر عضو في جمعية حقوق الانسان وكان بيعمل جلسات علاجية للمساجين العنيفة في القوضة اللي دخلها ايريك وبيعرفهم انه هيكون شاهد قدام المحكمة ورئيسة السجن لو حد فيهم حاول يعتدع المسجون وقدر يقنع ايريك انه يسيب الحارس ومنعهم من الهجوم عليه تحت اي ظرف واي سبب وخد ايريك معالي الحبس الانفراضي وطلب من الحارس انه يفكله كلبشات واتكلم في لاسلكي مع رئيسة السجن وطلب منها تحضر بسرعة علشان تحل المشكلة بنفسها واول ما ايريك دخل الغرفة فضل يضحك بصوت عالي على الموقف اللي حصل لانه ما كانش مسدق انه الكل اللي عاملوا معاهم هيعدي كده بالسهل ولما وصلت رئيسة السجن اتكلم معها جون وفهمها ان المسجون ايريك كان عنده حالة هيجان وبيعتبر من المساجين العنيفة وطلب منها انه يشارك معاه في الجلسات اللي بيعملها مع المساجين العنيفة على امل ان تصرفاته تبقى احسن لكن اعترض سام رئيس الحراس على كلامه وفهمها انه تهجم على اثنين من الحراس ومش هينفع اللي عمله يعدي من غير عقاب وبيعودوا بعدها كلهم مع بعض في الغرفة وبيحاولوا يشوفوا حل مناسب للحالة بتاعت ايريك وخصوصا انه عنده 19 سنة بس وهيبقى من الصعب جدا وجوده مع باقية المساجين وفهمها جون ان التصرفاته العنيفة اساسها انه يثبت قوته للمساجين والحراس ومحدش يستهون بيه في السجن واحسن حل ليه انه يشارك معاهم في الجلسات ومع الوقت هيساعده يتحكم في تصرفاته لكن رئيس السجن طلبت انها تقعد مع ايريك الاول قبل ما تاخد اي قرار ولما قعد ايريك معاهم اتكلمت معايا رئيس السجن وقالت له على العرض اللي قدمه جون بقى انه يحضر معاه الجلسات النفسية لحد ما يبقى كويس وإلا هيكمل مدة عقوبته في الحبس الانفرادي لكن اتفاجئت بايريك وهو بيقولها لو المساجين كلها بقت كويسة والعالم بقى خالي من الجرائم وما حدش بقى بيعتدي على التاني فساعتها مش هيبقى في سجون وهم كمسؤولين في السجن مش هيلاقوا شغل وان العنف والجرائم اللي بيعملها اساسها انه يوفر لهم فرص عمل علشان ما تبقاش ظروفهم صعبة ويحاولوا يدوروا على اي شغل تاني وبصل الحارس اللي جنبه وتعصب عليه وتكلم معاه بطريقة وحشة جدا وساعتها امرتهم الرئيسة انهم يرجعوا للقوضة بتاعته مرة تانية وقررت انها ترفض طلب جون لكن قدر سام انه يقنعها انها تسيب ايريك يحضر الجلسات ولو عمل اي مشكلة تاني فساعتها هيدخل الحبس الانفراضي ومش هيخرج بينه ابدا ووفقوا كلهم على كلامه واتفقوا على كده وبينشوف بعدها المسجون بين اللي اتكلم معاه ايريك في الساحة وهو قاعد مع المسجون باولو اللي بيعتبر مسيطر في السجن وبيتكلمه مع بعض عن ايريك وقال له باولو انه ابنه ايريك بيعمل مشاكل كتير في السجن ولازم يسيطر عليه قبل ما يأثر على شغلهم داخل السجن وهنا بنعرف ان ايريك يبقى ابن بين المساعد بتاع باولو وبينزل ساعتها بين الغرفة بتاعت ايريك وبيحاول يفهمه انه الحراس ممكن تقتله في اي وقت لو عمل اي مشاكل تاني وهيدبره موضوع موته كأنه هو اللي انتحر ومحدش هيقدر ينكر كلامهم وان الاحسن من نسباله انه يسمع كلام جون ويشارك معاه في الجلسات ويحاول يبدأ حياة جديدة علشان يخرج من السجن بنص المدة بتاعته وعرفه انه لو ما بقاش كويس وبطل عنف فساعتها هو اللي هيئزي وتاني يوم بيخرج ايريك من القوضة بتاعته وبيدخل غرفة المسجون الضخم اللي عمل معه مشكلة لما كان بيحط له الاكل وبهدله كل حاجة في القوضة وبياخد من عنده ولعتين وبيخرج وبيروح للمسجون اللي في القوضة اللي قدامه وبيدي له ولعه دية علشان يعتذر له عن تصرفه السيء معاه ولما المسجون الضخم ده بيعرف بيتدايق جدا وبيروح لواحد من المدمنين في السجن وبيدي له مخدرات مقابل انه ياخد الجماعة بتاعته ويدخل القوضة بتاعت ايريك ويقتله علشان يخلص منه من غير ما حد يعرف انه هو اللي كان السبب وبيروح ايريك بعدها للجلسات بتاعت جون وبيقعد معاهم وبيحاول يتصرف بطريقة كويسة زي ما بو طلب منه وحاول يولع سجارة في الجلسة لكن جون فاهمه ان تدخين ممنوع وقت الجلسة وانهم بيشربوا السجاير في الاستراحة لبعض الجلسات ولما ايريك رفض ادفاجوا كلهم ببين وهو داخل عليهم الجلسة وبيأمر ايريك انه يسمع كلام جون وإلا هيتصرف معاه تصرف مش كويس واعترض جون على كلامه وطلب من بين انه يسيبهم في الجلسة وما يدخلش عليهم تاني من غير اذن وساعتها بين خد السجارة من ايريك وتلع من الغرفة وهو من دايق جدا وطلب من الحارس انه يستمر في مرعبة ابنه ويبلغه لو حصل حاجة وبيخرج ساعتها ايريك وبيتعصب على الحارس علشان كان فاكر انه هو اللي بلغ ابوه باللي حصل لكن قدرت جون انه يسيطر على الموقف وطلب من الحراس انها تاخد ايريك معهم لحد الاوضة بتاعته والتاني يوم بيكون ايريك في الاوضة وبيدخل عليه ثلاث مساجين وبيهجموا عليه وبيحاولوا يقتلوه لكن بيشوفهم واحد من المساجين اللي بتحضر مع جون وبينزل بسرعة وبيهجم عليهم وبيقدروا الاتنين مع بعض انهم يتغلبوا عليهم وبيروح بعدها ايريك للقوضة بتاعت المسجون اللي انقاذوا علشان يشكروا وسألوا هو ليه كان بيساعدوا وساعتها تفاجئ بيه وبيقولوا ان جون هو اللي طلب منهم انهم يساعدوا لو دخل في اي مشكلة في السجن ولما فهم انهم عوزين يساعدوا من غير مقابل قرر انه يحضر معهم الجلسات ويتكلم معهم من قلبه واوقات كانوا بيتعصبوا على بعض لكن بعدها بيهدوا مرة تانية وبيلجعوا يتكلموا احسن من الاول وكأنهم زي الاخوات وكان بيروح معهم الجيم وبيتمر معهم ولاكمة وبقت حياتهم احسن بكتير ورغم انه كان تقريبا اتغير لكن لما عارف ان المسجون الضخم هو اللي حرض للمسجين علشان تقتله خد السلاح بتاعه اللي كان شايله في الكشاف وراح للمسجون علشان ينتقم منه واول ما شافه هجم عليه وحاول يضربه لكن المسجون كان اقوى منه وقدر يتغلب عليه وساعتها ايريك طلع السلاح اللي معه عواره في وشه وفي كل جسمه وهدده انه هيقتله لو ما اعترفش ليه طلب من المسجين انها تقتله وساعتها المسجون كذب عليه وفهمه انه باولو هو اللي طلب منه انه يقتله وتصدب ايريك من كلامه لانه كان عارف ان باولو صديق ابوه وراح بسرعة علشان ينتقم منه هو كمان واول ما دخل عليه الاوضة حاول يهجم عليه لكن بين كان موجود معاه وقدر يسيطر على ايريك وساعتها اتكلم مع باولو هو متعصب جدا وعرفه انه ضرب المسجون الضخم اللي هو طلب منه يقتله وسبب له اصابات في وشه واستغرب باولو من كلامه ونادى على المسجون الضخم وسأله لو كان فعلا قاله انه هو اللي طلب منه يقتله ولما المسجون اعترف بالحقيقة فهمه ان ايريك مش مجرد مسجون عادي وانه يبقى ابن بن وامره يتصرف بسرعة وينقل نفسه من السجن عشان لو فضل موجود معاهم فساعتها هو اللي هيقتله ولما ايريك سمع الكلام ده فهم ان باولو ملوش علاقة باللي حصل وقعد معاه باولو بعدها واتكلم معاه وفهمه ان المشاكل في السجن بتتحل بطرق غير العنف وطلب منه يجيله بعد كده لو حصلت اي مشكلة معاه وساعتها هو اللي هيتصرف وافق ايريك واقتنع بكلامه وسابه ومشي وبيروح بعدها علشان يحضر مع زميله في الجلسة وبيقدروا انهم يعلموه ازاي يتحكم في تصرفاته وياخد نفس عميق قبل ما يعمل اي مشكلة لكن بعدها في جلسة تانية اتعصب عليهم وكانت سبب في انه هم كمان يتعصبوا على بعض لهم رئيسة السجن ومعها سام رئيس الحراس وبيقول لجون ان ايريك سريع الغضب وانهم اتفقوا لو حصلت اي مشكلة بسببه فساعتها مش هيشارك معاه مرة تانية في الجلسات واضطر جون انه يوافق بسبب كلام رئيس السجن وساعتها ايريك حاول يسيطر على الموقف وفهمهم انه هيسمع الكلام ومشي من قدامهم من غير مشاكل وبيكون ايريك بعدها في الطبور بتاع الاكل مع بقية المسجين وبيتفاجئ بابوه هو جاي عليه علشان يلومه على اللي حصل لكن ايريك مش بيقبل منه اللوم وقال له انه هو الشخص الوحيد اللي مش هينفع يلومه لانه كان عايش في السجن طول حياته وما كانش موجود معاه هو بيجبر لوحده في الشارع وساعتها اتضايق بين من كلامه وضربوا لكمة قوية جدا في وشه لكن بعدها اعتذر له وقال له انه هو مش حابب الموضوع يوصل بينهم للعنف لكن ايريك اتعصب عليه هو كمان وضربوا لكمة قوية في بطنه ودخلوا في قتال عنيف مع بعض ورغم ان بين كان قوي ومسيطر في السجن لكن ايريك كان بيدربوا بعنف وقدر يتغلب عليه وقام بين من على الارض وخرج من القضة بتاعت ايريك وكان راجع للقضة بتاعته لكن ايريك فدر يترضوا في السجن وحاول بكل الطرق انه يستفزوا علشان يكملوا القتال مرة تانية لكن بيقف بولو قدام ايريك وبيمنع بين انه يتدخل بينهم وبيحاول يتكلم مع ايريك بهدوء ويقنعه انه يتصرف مع المشاكل بطريقة احسن لكن ايريك اتعصب عليه هو كمان وضربه ووقعه من فوق الصور بتاع السجن ونزل بعدها وهو بيتكلم بصوت عالي وبيتحدى السجن كله على مين هيقدر يقاتل قدامه وبينزل ساعتها بين وبيدخل في قتال عنيف معاه لحد ما بيوصل الحراس وبتقدر انها تفصلهم عن بعض ورغم ان ايريك كان بتعصب وعاوز يكمل قتال مع بين لكن بين كان بيتكلم مع الحراس بصوت عالي وبيحاول يمنعهم انهم يسيبوا ابنه وإلا هيقتلهم كلهم علشان كان عارف ان الحراس لما بيتدايقوا من مسجون معين بيشنقوا بالحبل في السجن علشان الموضوع يبان وكأن المسجون هو الانتحر ولما بيدخل بين للحبس الانفرادي بيتعصب عليهم وبيعرفهم ان جدته كانت هتقدر تربط ايده احسن منهم وانهم ضعاف ومحدش منهم عنده الجرقة علشان يتحدى في قتال شخصي وساعتها بيدخل الحراس ومعهم خرطوم المطافي وبيرشوا بالمية علشان يقدروا يسيطروا عليه لكن بين كان متعصب جدا وفي نفس الوقت كان خايف على ابنه لحسن حد منهم يأذيه ولما بيسيبوه بيمشي بينادي على ابنه بصوت عالي في السجن وبيطلب منه يرد عليه لانه هيتجنن من التفكير وعاوز يتطمن عليه وساعتها بيرد عليه ايريك وبيعرفوا انه مفيش حد منهم قادر يأذيه وبيستغرب ساعتها بين وبيفهم انهم يدبروا الحاجة وفي نفس الوقت ده كان سام عند بولو في القوضة بتاعته وبيتكلموا مع بعض عن اللي حصل وقراروا انهم يخلصوا من ايريك علشان اللي عملوا مع بولو في السجن وبيوافق سام على كلامه علشان بولو هو اللي متحكم فيه بسبب شغلهم في المخدرات مع بعض وبسبب صوت بين العالي بيروح له حارس من السجن وساعتها بين بيترجاء انه يفكله الكلبشات لانه مش قادر يتحرك ولما بيدخل الحارس بيفكله الكلبشات بيدربوا بين على راسه بعنف وبيفقد الوعي في ساعتها وبعدها بيحطوا مكانه على السرير وبيغطيه علشان محدش يعرف انه خرج من القوضة وبياخد منه المفاتيح وبيخرج من القوضة وبيروح لبولو علشان يترجاء انه يسامح ابنه ويسيبه يعيش وساعتها تكلم معاه بولو بهدوء وفهموا انهم يعتبر اخوات واكيد يعني هو مش هيئزي ابن اخوه لكن فجأة بيطلع السكنة اللي معاه وبيحاول يضرب بيها بين علشان يقتله لكن بين قدر يتغلب عليه ووقعوا على الارض وصوب عليه السكنة وهنا بولو اعترف له انه سام عند ابنه في القوضة دلوقتي ولو راح بسرعة ممكن ينقذه وفهموا ان سام هو اللي كان عاوز يقتله وانه مالوش علاقة بيموت ابنه وبيفهم بين انه بيكذب عليه وضربوا بالسكنة في جنبه وقتلوا في ساعتها وبيدخل سام ساعتها على ايرك القوضة ومعه الحراس وبيوقعوا على الارض وبيضربوا بعنف وبعدها بيربطوا الحبل على رقابته وبيعلقوا الحبل في الشباك علشان يموت لكن بيدخل عليهم بينه وبيضرب الاتنين الحراس اللي مع سام وبيطلب منه انه ينقذ ابنه وقاله هيقتله وبيسمع كلامه سام وهو خايف منه وبيقطع الحبل بتاع ايرك وبيسيبهم وبيخرج من القوضة وبيبلغ رئيسة السجن في اللاسلكي ان السجن كان فيه محاولة انتحار وبيقدر بين انه ينقذ ابنه من حبل المشنقة قبل ما يموت بلحظات وبيفضل ايرك يبكي بحضنة بوه هو مش مصدق انه كان هيموت بالسهولة دي وبعد فترة بيكون ايرك في القوضة بتاعته وبيدخل عليها الحراس وبيقوله انهم سمحوله انه يشوف ابوه قبل ما ينتقل لسجن تاني وبيخرج معاه ايرك بهدوء وبيتأثر جدا لما بيشوف ابوه وبيكون زعلان علشان هيسيبه ينتقل لسجن تاني خطير بالسبب بالمشاكل اللي ابو عملها في السجن وبيتكلم معاه بين وهو متدايق وبيطلب منه يبعد عن العنف ويعيش حياته بطريقة كويسة علشان يقدر يخرج من السجن وما يوصلش للحالة بتاعت ابوه وبيوافق ايرك على كلامه وبيقرر انه يتغير للاحسن ويبعد عن المشاكل وبكده ينتهي فيلمنا يارب يكون الفيلم عجبكم واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك في القناة ويفعل الجرس